الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في دولة أفريكا اليوم احنا في زيارة مركز الأخ أبو تميمي الإسلامي الأيتام هذا المركز فضل الله تعالى تم بنائه للفتيات شو بتضمن هذا المركز؟ أول شيء بيكون في جايبنا بمركز هو عبارة عن مسجد هذا المسجد زي ما أنتم شايفين تم بنائه إن شاء الله رب العالمين لهذا المركز خصوصا ليش؟ لأنه هنا في طالبات الطالبات راح تكون تؤدي الصلام في المركز راح يكون هذا مركز للأيتام مركز مبيت للتعليم في المدرسة زي ما أنتم شايفين هذا المركز هنا في صفوف وهذا المركز على الشمال هنا في صفوف طبعا كل صف راح يتضمن 25 طالب إن شاء الله رب العالمين من الأمام خيرنا نشوف من الأمام شو فيه من الأمام فيه عندنا هنا غرف المبيت راح تكون في الجهة المكابلة إن شاء الله رب العالمين مع الغرف تعات المعالمين مع الغرف تعات الغسيل من الجهة اللي وراها طبعا للمبنى هذا سيكون الحمامات المتوضئات للبنات فضل الله تعالى طبعاً منذكركم أنه بالجهة المقابلة بنينا مركز للأيتام للطلاب وعندهم نفس الإشي فضل الله تعالى نسأل الله الكبول بالقول والعمل إن شاء الله رب العالمين